حقق منتخابنا الوطني للكاتة المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة الخليج العشرين للجود والتي استضافها اتحاد البحرين لدفاع عن النفس على صالة الاتحاد البحرين لكرة الطولة حيث تربع منتخابنا الوطني للكاتة على عرش فئة الشباب أما في منافسات الكاتة لرجال فقد حقق منتخابنا المركز الثالث والميداليات البرونزية تمكن منتخابنا الوطني لكرة اليد من الفوز على منتخب هونكوك بأربعة وثلاثين هدفا مقابل سبعة عشر في مستهل مشاركته بالبطولة الأسيوية السابعة للنشئين لكرة اليد والمقامة في مملكة البحرين وذلك في ختام منافسات الجولة الأولى لمنتخبات المجموعة الأولى من البطولة اقترب منتخابنا الوطني للأشبال كرة الطائرة من الفوز بلقب البطولة الخليجية الثانية للأشبال التي تحتضنها مملكة البحرين بتنظيم من الاتحاد البحرين لكرة الطائرة وذلك بعد أن حقق فوزه الرابع على التوالي في البطولة ليقترب من المحافظة على اللقب الخليجي في النسخة الثانية على التوالي اشتركوا في القناة